اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للأعمار والبنية التحتية اكد ان الوتيرة التي تسير عليها الحركة الاسكانية في البحرين تبرهن على قدرة الحكومة الوفاء بالتزامها نحو توفير 25 ألف وحدة سكانية لمواطنيها حتى العام 2018 جاء ذلك لدى تفضل معالي برعاية حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع اسكانية في مدينة شرق الحد والمدينة الشمالية بتمويل سخي من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي بقيمة اجمالية تتجاوز 395 مليون دولار امريكي وذلك في احتفالية خاصة نظمتها وزارة الاسكان بفندق الفورسيزن خليج الوحرين وتم خلال الحفل توقيع على سبعة عقود بين وزارة الاسكان مثلة في سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان وشركات مقاولات بحرينية وكويتية واماراتية وعالمية بحضور سعادة السيد حمد سليمان العمر نائبير مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسعادة المستشار سعيد سالم الكتبي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله إن الجهود منصبة نحو تنفيذ الأمر الملكي لجلالة الملك المفدة بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات وهو ما يدعو الحكومة على الدوام وبتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وباهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى إقرار السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا التوجيه السامي في موضع التنفيذ من خلال العمل على تقليص فترات الانتظار عبر توظيف الأمثل للموارد المتاحة واتبع معالي قائلا إن جانب إلى جانب حوالي 16 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حاليا بما فيها المشاريع التي تنفذ ضمن برنامج مزايا فإن العامين المقبلين سيشهدان طرح مناقصات لتنفيذ أكثر من 7500 وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الإسكانية ولقد قامت الوزارة بتسليم ما يقارب من 3100 وحدة سكنية منذ العام 2015 حتى هذا اليوم في حين خصصت حوالي 1900 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها كما طرحت شهر الماضي مناقصات لبناء 1670 وحدة سكنية في مشروع الرمل ومدينة شرق الحد الإسكانيين وقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن شكره وتقديره الكبيرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحلة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم سخي من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع البنية التحتية عموما في مملكة البحرين مؤكدا معالي ما يعكسه ذلك من تلاحم وتكاتف ومعاني أخوية صادقة وما لذلك من أبعاد اجتماعية واستراتيجية واقتصادية كما أشهد معالي بالدور الذي تطلع به الوزارات الخدمية ذات الصلة كونها تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان لتهيئة وتنفيذ أعمال البنية التحتية في المناطق والمدن الإسكانية كشبكات الطرق وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتصريف مياه الأمطار وهو ما يعكس مدى التناغم والمنظومة المتكاملة التي تعمل وفقها تلك الوزارات لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في مناطق سكنهم وخلال الحفل جرت توقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي بقيمة 293 مليون دولار أمريكي وهي تنفيذ بناء 1227 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها كما تم توقيع على عقود المشاريع الممولة من الجانب الإمارتي بقيمة تقدر بأكثر من 100 ومليون دولار أمريكي وهي إنجاز أعمال البنية التحتية وتصميم الشقق السكنية والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12 من جانبه قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن توقيع عقود تنفيذ المشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية وشرق الحد من شأنه أن يسهم في إعطاء دفعة جديدة للعمل القائم في كل كنى الموقعين نحن جدا ممنونين وعجزين عن شكر أشقائنا في دول مجلس التعاون الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دولة الكويت الشقيقة على دعمهم الكبير واللي في الواقع ساعد بدرجة كبيرة في دفع هذه المشاريع وبشكل ملحوظ ونحن طبعا نعمل وفق هذا الدعم وبكل حماس اليوم وصلنا إلى 80% تقريبا في وزير الإسكان من المشاريع التي التزمنا فيها ونتوقع إن شاء الله أن على نهاية هذا العام أو بداية العام القادم إن شاء الله نكمل كل ما خصص الوزارة الإسكان من برنامج التنمية الخليجي لله الحمد اليوم تشرفنا بحضور سمو نائب رئيس مجلس وزراء وتشريفنا لتوقيع عقد تنفيذ المشروع وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وتنفيذ المشروع بأفضل جودة وبأقصر وقت دول مجلس تعاوم هي مكملة لبعض إحنا وحدة واحدة وفي تكامل اقتصادي صناعي بالبقاولات بالتنفيذ بالهندسة نتشرف إن احنا تعاوننا في هذا المشروع بين الدول الشقيقة مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية ومتحدة اسم شركتنا إيوان للسجارة المعمارية والهندسية الموجودة في الإمارات وفي البحرين باسمها دار الخيج الهندسة في إنجاز هذا المشروع المهم للإسكان والسكان البحرين وهي تتكون من 2011 وحدة سكنية تتكون من شقق 165 متر مربع فيها ثلاث غرف نوم وتتكون على 61 هكتار وأهمية هذا المشروع للناس للتوزيع للسكان البحرينيين وهذا يدل على حرص مملكة البحرين وعلى تعاونها مع دولة شقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع